أهلا بحضراتكم من جديد طبعا مباراة اليوم مباراة غاية في الأهمية نهائي كاسة مصر بطولة من أعرق البطولات في القرى الأفريكية بشكل كامل ومن أقدم بطولات بكل تأكيد وهي بالطبع بطولة أهمة بالنسبة لنادي الأهلي وخصوصا نحن عارفين نادي الأهلي أي تحدي بيكون ما تواجد فيه بيبقى هدف رئيسي وأساسي بالنسبة له أنه يفوز حتى لو هو حق أهم بطولة هذا الموسم وهي بطولة دوري أبطال أفريكيا لكن إحنا دايما متعودين أن الأهلي طماع ثقافة الأهلي كده ثقافة جمهوره كده أي بطولة أنت عايز تاخدها تبقى أنت البطل بتاعها زي ما إحنا متعودين وخصوصا أن الأهلي هو صاحب الأرقام الكاسية في مختلف البطولات اللي شارك فيها في الحقيقة من حيث عدد الألقاب ومرات اللي يفوز بيها فبكل تأكيد نتمنى كل التوفيق النهاردة لفريق النادي الأهلي مباراة ممكن البعض يعني شايفها سهلة شوية بما أنك بتلعب طلع الجيش لكن كم ده يا جماعة غير وقية إطلاق طلع الجيش فريق قوي فريق كبير قدر أنه يقصي نادي الزمالك أحد أبرز الفرق في القرى الأفريقية بجانب النادي الأهلي وكان فريق بيلعب في نهاية دوري أبطال الأفريقية والأهلي فاز عليه فبالتالي أنه طلع الجيش يتغلب على نادي الزمالك بنتيجة كبيرة كمان 3-1 فده إن ده يدل على مدى قوة هذا الفريق ومدى أهمية احترامه بشكل كامل وبشكل جيد عشان تقدر بإذن الله تعالى تتغلب عليه عندهم عناصر مميزة جدا عندهم أحمد سمير اللي أحرز هدفين في مباراة الزمالك عندهم عمر جمال عندهم عدد كبير جدا من اللاعبين عندهم محمد ناصر في حسين السيد كمان لو لعب محمد بسام طبعا نحرس المرمى في عدد من اللاعبين مميزين جدا في صفوف طلع الجيش فبالتالي المباراة صعبة والمباراة قوية وإحنا كمان عارفين إن الكاس دايما فيه مفاجآت أبرز هذه المفاجآت طبعا إنه طلع على الجيش أقصى بيراميز الأول البعاكية أقصى الزمالك وصل النهائي إن شاء الله الأهلي يكون موفق في التعامل مع طلع على الجيش النهاردة ويقدر أنه يتغلب عليه عشان يحقق بطولة الكاس رقم 37 في تاريخه ده عدد جيد جدا من الألقاب بالتحديد في هذه البطولة وتعتبر بطولة غايبة على النادي الأهلي بقالها ثلاث سنين لكن مهم أنه أنت كمان تحقق السلسية خدت الدوري خدت دوري أبطال أفريقيا بإذن الله كمان تاخد الكاس النهاردة بعد توفيق ربنا وبعد موجود اللعبين في الملعب والجهاز الفني وإن شاء الله بإذن الله تكون بطولة جديدة في دولاب بطولات النادي الأهلي تضاف لي النهاردة عندنا سكة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللعبين وإن شاء الله يكونوا موفقين في مباراة اليوم موسيقى